نقول بقى مكونات الورقة الجنبري درة حلوة مسلوقة بهرات، توم، لمون، زبدة لمون صحيح، بقدونس، سوسيس، بطاطس مسلوقة وجنبري دي درة مسلوقة بتتباع جاهزة في كل حتة بس كلها نعمله، هنقطعها زي حلقات كده هي حتى مش جامدة خالص يعني واللمون هنقطعها بنفس الطريقة وطبعا ما دام هنستعمل الفرن يبقى لازم نكون مجاهزين الفرن والع قبل ما ندخل اي حاجة جوا الفرن هنحط بس واحدة من دول على البقدون الشام يترش واللمون هيبقى مش هرايح عندنا اختيار من اتنين ممكن نعمل نستعمل ورق الالومينيوم وممكن نستعمل ورق الزبدة اللي هو البرشمن بيبر يا ده يا ده المتاح عند حضراتكم استعملوا وبس نصيحة جربوها اول مرة بورق الالومينيوم علشان ورق الزبدة ممكن لو الليمون زاد لو الزيت زاد الورق يتبل ويتقطع ومش هيبقى واخدين الفكرة اللي هنحاول نعملها فنجربها الاول بورق الالومينيوم وبعد كده نبقى نشوف لو عرفنا نزبط بعد كده بالزبط هنحط قد ايه سائل جواها مش هيبقى في حاجة لان احنا ممكن الورقة من تحت تبل قطع برضو السوسيس سوسيس او الهوت دوج بالمنظر ده كده او اي تقطيع يعني كده خلاص ما عندناش حاجة تانية تقطع غير البقدون توم تلت فسوس توم متنظفين دول وجاهزين هنقطعهم ايه هنعملهم سلايسز مش رفيعين قوي علشان ما يبقوش يعني عشان في الفرن ما يحصل لهمش حاجة اولوان هو مش هيعط فرن اكتر من عشر دقايق ربع ساعة لو عاملين كمية كبيرة كده بقى ممكن نبتدي نجمع كل حاجة مع بعض نجيب ورق الالومينيوم او ورق السيلفر علشان نضمن دايما نخليها تبقى طبقتين نبقى ضمنين ان كل حاجة جوه الورقة ومش هتطلع بره ومش حاجة هتقطع لو بيبقى طبقة واحدة ممكن يتقطع لكن طبقتين او تلت طبقات كمان هيبقى احسن ايه دي واحدة وايه دي تمام كده تمام الشكل مش تازني بمفروض خالص انا طبعا بس بشان فيه شوية هوا جايين من الجهة دي فمعكسيني شوية بس ايه هنزبط ونبتدي بقى ايه هنحط اول حاجة اللمون تحت كده ليه هنحط اللمون تحت علشان ما يبقاش دايريكت كونتاكت او بمتصل مباشر بالجنباري فهيممكن يمرره بس ان انا عايز اللمون يديني بس ايه النكهة بتاعته وبعدين على فكرة الشكل ما يفيقاش كل دا في الاخر حيبقى فوق بعضه البطاطس لا قدرنا نجيب بطاطس صغيرة تمام لو ما قدرناش ممكن نسله البطاطس الكبيرة وبعدين نعطيها صغير يعني كده كفاية متقالي عملية كلها سهلة وبسيطة زي ورقة اللحمة بتاعت اماكن كتيرة مش هقدر قول الاسم طبعا بس ايه نفس الفكرة وهي دي التوم هناخد بقى اللمون والجنباري دول زي ما قلت لحضراتكم الفكرة انا مش عايزين يبقى فيه سائل كتير جوه اللفة اللي هنلفها دي لان لو فيه سائل كتير لو بنعملها بورة زبدة حيتقطع فهنبتدي نتابل ونخليها ما تبقاش مليانة مليانة سائل جامد والبهرات فاضل عندنا شوكة بس عشان ما نمسكش حاجة بقدينا الزبدة ليه بقى برضو بنخليها مفاس سائل كتير هي مقفولة ومحكمة فمدام مقفولة ومحكمة يبقى كل العصارة اللي جوه كل مكونات كده كده هتنزل وهتبقى كفاية جدا هي تخليها جوسي كده ولذيذة البقى دونس انا سايب الجنبالي كده في اللمون ياخد سن التدبينة وبعدين زيت زتون بقى على كل المكونات دي برضو مش كتير لان انا حاطت زبدة حتى حتشوفوا حضراتكو هي طلعة من الفرن هتلاقوا فيها كمية من العصارة ومش بطلة خالص انا محتاج قلم الكلام ده شوي بسم البهارات هنا ما حطناش ملح لسه ملح وشوية ملح خفيف على الجنبالي علشان يفضل الجنبالي طري ما ينشافش من جوه عايزين بقى تزودوا بعد كده قرن فلفل حرق تمام يعني اللي بيحب السبايسي بقى يبقى يزود زي ما يحب نقلب كده تقليبة كويسة والنزل الجنبالي هنا من غير من نزل اللمون وباننا هنستعمل الفرن طبعا يعني اغلب الناس بقى اللي بتتفرج علينا بقى لا فترة يبقوا عارفين ان احنا يفضل مش يفضل يعني ولازم نولع الفرن قبل ما ندخل اي حاجة الفرن كده خلاص احنا كده تمام ولا هنقلب ولا هنعمل اي حاجة هنبتدي نلمها على بعض من الحيتين نمسك كده ونلف تمام على فكرة اي تقفيلة تعملوها تنفع بس زودوا طبقات الولا الالومينيوم علشان مفيش حاجة تتقى كده ونلفها يعني بالفرنساوي اسمها على بابياط بس احنا ايه بالمصر بنسميها ورقة لحمة او ورقة ورقة جنباري كده تمام زي ما قلت لحضراتكم الكمية دي البطاطس مسلوقة والبطاطس مسلوقة والدرة مسلوقة والسوسيس ده تقريبا جاهز والجنباري يخدش عشر دقايق فندخلها الفرن لمدة عشر دقايق ربع ساعة بكتير ونطلعها اشتركوا في القناة